موسيقى مادة الجيلاتين ما بتنمسك باودر ما بتنرشفه اي نوع حلو في الحياة لازم تمر في مرحلتين مرحلة تفتيح الجيلاتين اللي هي البلومينغ وبعدين اعادة الجيلاتين الى مرحلة السيولة مرة تانية لما منحطه يا اما على حمام بخاري يا اما بالمايكرويف فبس انا حطيت هلا مالقة الجيلاتين اللي عندي مي باردة اول اشي لتفتيح الجيلاتين ماذا اعني بتفتيح الجيلاتين رح تتحول هلا مادة الجيلاتين اللي عندي مع المي الباردة الى مادة هلامية شبيهة بالجلو ورح تمسك وتصير كتلة واحدة ولكن هلا لازم ننقله لمرحلة السيولة مرة تانية لانه ما بنضاف هيك دي ارجع سائل اوك وهين يطافي عليه عشان يرجع لمرحلة السيولة وصار زيل جيلو بعدين برجع للسائل الجبنة الكريمية يا جماعة لازم تكون بحرارة الغرفة بمعنى اذا انتي طلعت الجبنة الكريمية اللي بريك تستخدميها بالشيز كيك تحديدا ومن التلاجة واشتغلت فيها رح تصير فيها حبيبات وهيك مكبتلة اوك فانتي بدكيها سموذ كريمية كيف يعني يعني انتي لو هلأ مسكتي معلعة وعملتي هيك رح تنهرس معاك بسهولة ايوه بالرغم من برودة السيولة اللي احنا فيه ليه لأني اللي مطلعته على الاقل من ساعة لساعة ونص قبل ما اشتغل فيها هلأ شو بدي اعمل بنا نبدأ نطبق هون عندي الجبنة الكريمية رح احط عليها فانيلا يا باودر يا سائل رح استخدم السائل باودر ورح احط عليها مغلف الكابوتشينو بس بعد الخفق رح ابدأ أخفق هذا المغلف بيجي جاهز بنكهة كابوتشينو هون في عندي اشتا رح نحط الاشتا اه فإذا 200 جرام كل حبة 200 جرام كل حبة جبنة كريمية انا استخدمت 200 فإذا 400 جرام جبنة كريمية واستخدمت معلبة اشتا هلأ صاروا هدول كلهم مع بعض رح احط عليهم القهوة اللي بتيجي مغلفات ولكن بنكهة كابوتشينو موجودة بالاسواق هاي تمام وهون عندي شوية سكر ما تكتروا سكر لأنه طبعا عنا شوكولاتة بدها تنزل بعد شوي وهي الشوكولاتة صارت 100% وروان عم تتدفع عليها راح برد شفيني مزيدة احطي لها عن النار خلاص صارت كل الأشياء جاهزة عندي الجلاتين مدوب الشوكولاتة مدوبة رح اكمل خفق وانزل الجلاتين والشوكولاتة عليهم طيب رح نحط الكريمة السائلة احط ميح لأنه الجلاتين رح يرجع يجمد لنا الجبنة المقادير من البرد يا حرام ورح أنزل الشوكولاتة كتير مهم انه بعد ما ندوبها شايفين مع بطلع منها بخار اوكي تكون يعني صارت شوي دافية ولكن ما تكون سخنة كتير بس احط الجلاتين اي الجلاتين السرعة اللي بتشد فيها التشيز كيك بعد ما تنزلوا الجلاتين كتير 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 بسرعة فعشان هيك الشكل اللي بتكم تعطوه للقالب لازم رأسا تتصرفوا عشان ما تاخد اي شكل انتو ما بدكم اياه وتكوني مرتبة من فوق فانا هلأ بس عم بتأكد انه كله مخلوط اذا جبني كريمية اشتا مغلف كابوتشينو بالاضافة لكريمة سائلة اضفنا شوكولاتة واضفنا شوية سكر بالاضافة الى الجلاتين والفانيلا ورح نوزعهم هلأ على القالب هاي مش من التشيز كيك الكتير ضخمين اذا بتكم ياها عالية بتكم تحطوا على الاقل من 600 ل 800 جرام من الجبن الكريمية بصراحة بتكون مكلفة كتير وبنفس الوقت يعني دسمة كتير فانا مش كتير يعني بتفرق معاي انها ما تكون كتير مرتفعة او شاهقة الارتفاع وفي عندكم شغلة تانية بتقدروا تعملوها انكم تزغروا الاوالب عشان تطلع معاكم عالية 250 جرام من البسكوت مع 100 جرام من الزبدة هادا ثابت اما الحشوة يعني بدنا 200 جرام من الجبن الكريمية بدنا 250 جرام من الشوكولاتة بقول في اشي ناقصيها وبدنا كمان اشطى بالاضافة لنصف كوب من الكريمة وبدنا فانيلا وبدنا جيلاتين وسكر وبالاضافة للكابتشينو اللي هي المغلف الجاهز وبدنا كريمة مخفوعة موسيقى اشتركوا في القناة